السلام عليكم معاكم اسنيلي سعيد لو اول مرة تتبعني اشترك في القناة وفعل الجرد شان يبصلك الفيديوز الجديدة اول باول ولو متابعني اعمل لايك للفيديو اعمل شير بافرح جدا بالقومنس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو النهاردة ان شاء الله هناخد يونت 2 في منهج نيو هلو لتاني عددي وقادي يونت 2 عشان الامتحانات يقولي how are you feeling كيف اتشعر هنا بيقولي artist calligraphy deaf food stall neighbor bark patient repair sewing sign language skill tourist ward wave call center worker computer engineer nurse police officer shop worker street food seller dance fantastic paint present catch fish get ready get ready بتيجي كتير give a surprise have او take a rest اللي كنين بيقوا مع كلمة rest عادي make a calligraphy book او make sure طيب هنا بيقولي boy the fountain communicate with excited about go on a trip look after look forward to on a boat 10 of beans وهنا اعطيني الكلمة والباس تبتحى فبيقولي catch quote drink drink drunk give sorry drive drove driven hear heard 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 speak spoke spoken swim swam swam teach taught taught understand understood understood where war warn والكلمة والانتونم العكس busy free hungry full lazy active lovely ugly stay leave traditional modern نيجي للجزء ده هنا بيقولي look forward to دي كتير بتيجي في الامتحان فارد نبقى مركزين شوي look forward to احنا عارفين دايما ان اغلب الاحيان to بيجي وراها infinitive مصدر ولكن هنا بيجي وراها جيرون دي اما نعون جيرون دي يعني فعل في اخر اي انجي يعني i look forward i am looking forward to او i look forward to going i look forward to i look forward to seeing ماشي يا اما i look forward to a new job a new car اي حاجة يبقى يا اما اسم يا اما فعل في اخر اي انجي عندي كلمة everyone بتيجي مع is everything برضو is وهنا بيقولي اللي احنا اخدنا دي قبل كده وقلنا ان الصفة اللي بتنتهي ب اي دي يبقى الشعور ده انا اللي حصه انما الصفة اللي بتنتهي ب اي انجي بقى الشعور ده مش انا اللي حصه وما ليش دعوة باللي بيجرى تمام فقولك i am frightened انا خايف انما الفيلم ده او اللاين ده is frightening مخيف start او begin بيجي وراها يامة توب المصدر يامة جيرا يعني i start to buy او i start buying would prefer to كل شوية تيجي بتيجي في كل اليونة تيجي في كل سنة فيعني قريت نهتم بيها بقى يعني ستة ما تقولك انا بلح عليك اي would prefer to بيجي وراها مصدر يبقى i will prefer to study وعندي كلمة quite لو الاي بره يبقى معناه الى حد ما ولو الاي جوه يبقى معناه هادي تمام؟ هنا بيقولي cold cool lovely beautiful dangerous traditional طبعا مش مفيش وقت نقرى عشان مطولش عليكم الفيديو ادي الاجابات لو الناس عايزة الاجابات انا معلم عليها اهي واهي كمان تمام؟ تعالوا بقى نشوف جزء ايه الجرامر ده هو بيتكلم عن البرزين كنتينيوس برزين كنتينيوس يعني ام و از و ار و اي ان اي جي تمام؟ طيب ايه الكلمات بتاعت البرزين كنتينيوس قال لي كلمات البرزين كنتينيوس تلاتة مش تلات كلمات تلات انواع يا اما كلمات لفت الانتباه اللي هي look, listen, watch out, be careful ودي ما بيجيش غير في اول الكلام تمام؟ وعندي كلمة still ودي الوحيدة اللي قال لي بتيجي في النص ما بين الام والإز والار والآي ان جي وعندي بقية الكلمات كلها اللي هي at the moment, at present, now, today, this days الحاجات دي كلها قال لي بتيجي في اول الكلام يا في اخر الكلام تمام كده؟ طيب طبعا دي مش محتاجين نقولها بس في حاجة هنا اللي هي كلمة lie لما لقي الفيرب اخر اي 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 بشيل الاي اي وحط واي اي ان جي ضاي اي اي بشيل الاي اي وحط واي اي ان جي طيب هنا بيقولي لو حابب اسأل حاسأل طبعا بالهلبنج فيرب بتاعي بالفعل المساعد بتاعي اللي هو am او is او are وطبعا هجاوب باس او بنوع وإجابة مختصرة من فضلكم طب هعمل سؤال قال لي اي سؤال بيتكون من كلمة سؤال والفعل المساعد بتاعي هيبقى am او is war بعدين الفاعل والفعل بتاعي بما ان في am او is war هيبقى خروع اي ان جي ماشي كده طيب دي الاجابات برضو اهي هنا عطيني paragraph بيتكلم عن a job i like وطبعا هنا عطيني بعض ودي حاجة حلوة جدا في اي كتاب ان هو بيحط وفي الكتاب هنا مخصوص وادي الاجابات اهي يجب التيني اهي هنا بقى بيكلم عن بيقول دي ويدن ويدن يعني بيزيل العشاب الضرة مش ويدن ويدن يعني زفاف في هنا دي مختلفة طيب وهنا بيقولي catch a plane do well feel bitter make friends get a rest get married take a selfie او take photo بعد بيقولي for the first time دول مهمين او يبقى for the first time يعني لأول مرة تمام for the first time بعد بيقولي get on a plane get into happy او pleased about مبسوط بي او glad حتى on a trip to smile at وهنا بيقول choose chosen fly flown hang hung so sewed sewn show shown when one dark light friendly unfriendly normal abnormal when lose وعندي كلمة older لما اكون بكارن فاقولك older than او the oldest طب انا عايز اقولك اخويك كبير فاقولك ايه my elder brother طب اخوي اكبر واحد في اخواتي فاقولك my eldest brother طب قلتلك the elders in my family يعني الناس الكبيرة فعلتي هنا بيقول make ويجي وراها اما adjective اما infinitive يعني ايه make حد happy مثلا انا خليت حد happy او make حد دو حاجة يعني i make او i made mona do homework i made mona play football مثلا alone desert grateful nature normal teenager behind in front of in the background in the foreground تمام in the middle في المنتصف انما on the left on the right towards باتجاه the right او the left وعندي كمان in بستخدمها لما اكون عايز اوصف حد يعني عايز اقولك الوالد اللبس ازرق فاقولك the boy in the blue shirt بنت اللبسة فستر احمر فاقولك the girl in the red dress relax calm when pete وبعدين هنا بيقولي friendly وhappiness طبعا ديات كلها reading ما فيش وقت للreading مش عايز اطول عليك بس الجزء ده حاولوا تقروله انه مهم بيتكلم عن happiness for teenager ازاي تراضي المراققين فبيقولي عندي خمس حاجات اعملها عشان يبقوا مبسوطين get lots of rest يفضلوا تقول نهر مرتاحين او نايمين be friendly يكونوا صدقات او يبقوا كويسين go outside يخرجوا help someone يساعدوا حد be grateful يحسوا بالشكر والإيه تجاه حد وقادي الإجابات وقادي تاني الإجابات وقادي كمان الإجابات هنا جزء صغير كده بيتكلم عن adjective والadverbs الأحوال الادكتف بتاعي لو حططلو ال why طبعا مش كلهم بس لو حططلو ال why بتحاول لحال فkind kindly quick quickly sad sadly الادكتف بيجي مع ال nouns إنما الادverb بيجي مع ال verbs bad badly happy happily شلت ال y وحطت ال y strong strongly طيب هل فيه irregular قال لي اه عندي بعض الحاجات ال irregular فبيقول لي good هتبقى will early ما بتتغيرش late ما بتتغيرش hard وfast ما بتتغيروش تمام طيب يبقى الصفة دي بتيجي مع الأسماء إنما الحال بيجي مع الأفعال وهدي الإجابات زي ما قلنا إجابات تاني وهنا أعطيني بقى email خدوا بالكم بقى من ال email لإن فيه from ونحط ال email address وتو ال email address وال subject الفيلم اللي أنا بتكلم عنه بيتكلم عن إيه بقى دينا أقول له dear فلان وعندي مقدمة دايما مثال اللي هي how are you and your family i hope you are fine i want to tell you about كذا عايز أقول لك عن كذا وفي الآخر طبعا لازم أختم أقول له my best wishes أو write to me soon أو see you soon وأقول له في الآخر yours وقامة وتحتها الاسم طبعا الحشو اللي في النص ده بقى أنت إيه خد راحتك وكتب اللي أجابك وآدي كمان الإجابات أهي نجي الجزء بتاع 5 و 6 هنا بيتكلم عن بصوك أدي congratulations get bitter greeting pass pity prepare well done worry فبيقول لي amazing coach difficult award football practice imagine miss عندي طبعا نوز بيجي معها is لأنها بتعتبر مفرد ومس اللي بالآي غير مس اللي بالإي ما تنسوش do hours of homework pass an exam وطبعا pass an exam هي هي succeed in the exam congratulations on مبروك على look after respond to sorry to speak to with time هنا difficult easy pass وفيل بعدين بيقول لي difficult word وpass succeed وعندي amazing congratulations وطبعا ده reading وده كمان reading هذه الإجابات هالي اللي عايزها وادي كمان الإجابات هنا بقى بيقول لي لو حد قال لي خبر حلو اقول له ايه يعني واحد بيقول لي ان انا نجحت اقول له well done that's great news congratulations i'm so happy for you طب واحد بيقول لي انا بابا عيان او حد عيان i am sorry to hear that يقصفني سمع ذلك i hope that gets better through he gets better soon او it's a pity that you واقول له مثلا دي حاجة وحشة ان انت او باباك عيان that must be difficult اكيد الموضوع صعب but don't worry ما تقلقش او don't worry ما تقلقش i'm sure things will get better by time او with time الدنيا هتبقى كويسة مع الوقت اجابات تاني اه وبكده احنا نكون خلصنا اليونت تمام ودي الاجابات بتاعة التست عشان في ناس بتقول لي في سؤال ما شرحته في كلمة ما اعرفتهاش فايه اهو تمام كده احنا بكده نكون خلصنا اليونت 2 كان معاكم بسنالي سعيد لو عجبك الفيديو اعمل لايك اعمل شير افرح جدا بالكومنس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو بليز شير على قد ما تقدروا ناس كتيرة محتاجة الشرح ده قبل امتحان اكتوبر كان معكم بسنالي السلام عليكم ورحمة الله